خليني أبدأ معاكي أولاً أنا دايماً يعني إيه بستغرب أنت دارسة للغة الإنجليزية كلية الأداب طبعاً كلية الأداب دي يعني الثقافة والأدب والنوفل والدراما وحاجات كتير جداً والدك العظيم فننة العظيم رحمة الله عليك هو اللي حببك في تمثيل العيشة نفسها بتاعة الجو ولا دا كان موجود جواكي من وانت طفلة بصي طبعاً أكيد أنا واخدها من بابا يعني بتبقى جينات تاخذي منه حب التمثيل حتى هشام أخويا برضو بيحب الفن والتمثيل وكده فإحنا بنبقى واخدين منه وبعدين ما تنسيش برضو أنه هو وماما لما اتجوزوا اتجوزوا من معهد الفنون المسرحية يعني هي كمان كانت في المعهد بس هي طبعاً ما سلكتش طريق الفني لكن الاتنين يعني عندهم اللي هو الموهبة الفنية أو اللي هو الدراسة والحاجات دي كلها فطبعاً يعني أكيد بالتالي الواحد بيورس منه حاجات وبيخليني أحب الفن وبعدين وإحنا زغيارين برضو كنت أنا وهشام يعني بيعمل بابا حفلات كده كان هو موجه أول تربية مسرحية وكان بيعمل حفلات لكل العمار يعني مثلاً حضانة إعدادي سنوي مش عارفة إيه كله فأنا اشتركت معا كذا مرة في الحفلات دي كانوا بيعملوها في جماعات الشبان المسلمين اللي في اسكندرية فطبعاً لما أبقى من سبع سنين وبقف على مسرح فطبعاً إيه دي حاجات كلها كل الحاجات دي بتخلي الواحد طالع بيحب الفن والشغلانة البيئة كم بتلعب دور يعني أكيد الموهبة تلعب والموهبة ساعدت وسقلت هلأ برضو من الأشياء ست سلوى اللي بيخلي الفنان أو حتى الإعلامي فيه إلو قدوة وفي ناس داعم إلو المخرج المخرج ضروري في حياة الفنان في حياة الإعلامي أستاذ عاطف الطيب كان له أثر كبير في حياتك وأنا لما سألت فبيحكوا لي من أكبر ويعني من عدماء المخرجين في مصر طبعاً يعني وكان الأقرب للناس يعني هو كان مخرج واقعي نحكي عن تأثيره في حياتك أنا اشتغلت مع عاطف الطيب اللي هو فيلم ملف في الأداب وكانت الفنانة الجميلة جداً الله يرحمها أستاذها مديحة كامل وكان فريد شوقي وصلاح السعداني وقلفة إمام وأحمد بدير وشوقي شامخ كنا احنا الأبطال بتوع الفيلم فإن أنا أبتدي في السينما أبقى بطلة مع كل الفطاحل دي وطبعاً اللي اختارني أستاذ عاطف وأستاذ وحيد حامد لأنه هو وحيد حامد اللي كان كاتب الفيلم فيعني كون أن أنا يعني ناس فنانين كبار قوي زي دول يشوفوني كنت أنا عاملة مسرحية تاعت عبد المنع المدولي اللي هي مع خلص تحياتي كان برضو فيها فنانين كبار وأستاذ سوريا حلمي وأستاذ سلام الياس ويعني أستاذ محمود مسعود وطبعاً عبد المنع المدولي طبعاً وفؤاد أحمد فيعني إيه لما كان ساعتها فيه نهد رشدي وعفاف رشاد وأنا كان ثلاث بنات فأستاذ عاطف ساعتها اختارني وقال أنا عايزها في ملف في الأداب فمعرفش بقى كان هو وأستاذ وحيد الاتنين شافوا المسرحية فاختروني منها فطبعاً إن أنا أبقى مع الناس الجامدة دي كمخرج ومؤلف ونجوم فطاحل وفي وسطيهم فده شيء يعني طب عمرك ما سألتي عاطف طيب فناني كبير لأن هو اختارك من على خشبة المسرح عمرك ما سألتي إيه اللي حبيته يعني إيه اللي لفت انت بهه علشان تبقي موجودة في الفيلم أكيد في حاجة معينة هو يعني عجبته وشدته هو فيه مشهد في الآخر في المسرحية مفروض مشهد فيه إحساس قوي يعني فاللي هو إن أنا مش عارفة أختار يعني أبويا مش عايزني أتجوز محمود مسعود اللي هو يبقى ابن مدبولي في المسرحية فأنا بكلم مع أستاذ مدبولي وبعاية وبقوله أنا مش عارفة أختار إيه أنا الإنسان ده أنا بحبه وده أبويا يعني أنا محتارة وقلبي مش مرتاح ومحتارة وعايزة يعني إيه أوصل لشيء يريحني يعني فأنا عملته الحمد لله ده مش أعتقد إنه ده من المشاهد اللي عطف الطيب ممكن يكون شافها فلإن أستاذ مدبولي نفسه كان موصود جدا جدا لإنه أنا بعمل كنت المشهد بإحساس قوي فمتهيأ لي والله أعلم أستاذ أنا مسألتهش بس متهيأ لي إنه ده من المشاهد اللي كان اللي نور عنده لإنه أنا لما دخلت لما عملت في وإحنا في المحكمة مفروض إن أنا في في الآخر جملة بقولها برضو إن أنا بيقولهم يا جماعة أنا لسا أنسة ولو إنتم مش مصدقين لإنه هما كانوا متهميننا إن إحنا بنات مش كويسين فالمهم بقولهم أنا كذا وبتاعه ولو في حد يكشف عليا بس تكون دكتورة واحدة ست بقولها طبعا بكل عارفة القهر طبعا اللي عندي إن أنا بقول كلام زي ده فلقيت أستاذ عاطف الطيب بعد ما خلصت الجملة أولا هو كان متصورا إن أنا هعيد مئة مرة عشان أوصله الإحساس اللي هو عايزه فالحمد لله والشكر لله أنا عملت الإحساس اللي هو طلبه بالزبط لأنه أنا قلته من جوايا يعني أنا تخيلت نفسي في مطرح البنت دي وإنها متهمة بشيء مش موجود فيها فعملته بكل اللي جوايا فأجي بقصت لقيته جايلي بيقولي أنا مش عارف عمل ماكي إيه يعني مش عارف أقولك إيه مبسوط قوي 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 فطبعا أنا كنت سعيدة وده كان مشهد من أهم مشاهد الفيلم كلنا كان مشاهدنا مهمة طبعا بالنسبة لي ده كان من أهم مشاهد الفيلم عشان ده زي يعني زي في خلاصة ما شاء الله بردو كتعمل مونولوج فزيع وبتاع وقالت له القاضي أنا البراءة بتاعتك ما تلزمنيش الناس هتيجي تقول عليا بردو مش عارف إيه لأنه أي حاجة بتتقال على بني آدم بتقعد تاخد فترة مع الناس سنين على ما ناس اللي هما ينسوا حاجة جاي حقيقة الكلام مع الرائعة سلوى عثمان يعني يحتاج يعني وقفات كثيرة ومحطات كثيرة في مشوارها الفني اشتركوا في القناة